نستهل نشرتنا من الميدان الأكاديمي حيث أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بأن الجامعة تواصل تعزيز تقدمها ومكانتها في الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة من خلال سلسلة من الإنجازات الكبيرة ذات الآفاق العالمية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة جاء ذلك خلال ترأس سمو الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس أمناء جامعة الشارقة الذي عقد مساء الاثنين بمكتب سمو في الجامعة كما اعتمد سموه اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة وأتاوى الكندية ضمن إطار حرص سموه الدائم على متابعة كافة ما يتعلق بجامعة الشارقة وسبل تطوير البحث العلمي فيها ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس العلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس أمناء جامعة الشارقة والذي عقد بمكتب سموه بالجامعة وبين صاحب السمو حاكم الشارقة أن خطط التطوير والبحث العلمي التي تعمل عليها الجامعة تعبر عن دأب الجامعة في تعزيز مكانتها لتصل إلى مكانة مرموقة تصبو إليها مجريات الاجتماع بدأت بالمصادقة على معضر الاجتماع السابق لإطلع المجلس على تقرير قدمه مدير الجامعة الدكتور حميد النعيمي بدأه بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على توجيهات سموه السديدة ودعمه المادي والمعنوي للجامعة مؤكدا أن هذا الدعم هو الأساس في تحقيق الجامعة لتقدمها وتطورها وإنجازاتها كما وتناول التقرير أيضا سعي الجامعة إلى تقديم مناهج متطورة ذات جودة عالية بهدف إعداد الطلبة لتولي وظائف وأدوار قيادية في مختلف المجالات ودمج المزيد من أنشطة الوحث العلمي في مناهج برامج البكالوريوس وحصلت برامج كلية الاتصال على اعتماد مجلس اعتماد التعليم العالي في الصحافة والاتصال الجماهيري كما وحصلت كلية الطب هذا العام بحسب التقرير أيضا على الاعتماد الأكاديمي العالمي لجميع برامجها التعليمية والتدريبية وخاصة في المجال الجراحي من كلية الأطباء البريطانية الملكية للجراحين كما وأمر صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتخفيض خمسين بالمئة من رسوم السكن الداخلي لطلاب والطالبات تشجيعا لهم على استخدام السكن الداخلي للجامعة والخدمات التي يوفرها لهم في تهيئة الجو الدراسي الملائم للدراسة وتحصيل المعرفة في الوقت ذاته صادق صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وجامعة أوتاوى الكندية حيث تقضي الاتفاقية بطرح برامج أكاديمية مشتركة لدرجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الطب والعلوم الصحية والطب الجزئي وهندسة الطب الحيوي وتقنية المعلومات الحيوية والهندسة والعلوم والهندسة الصناعية والإدارة والهندسة الكهربائية والإلكترونية وعدد كبير من المجالات الأخرى ترجمة نانسي قنقر